هذا الكلام يوم 25.01.2020 يمكن احنا في ستوديو التاسع ننفرد بعرض الوثيقة الوطنية هاي الوثيقة الوطنية اللي وقع عليها الجماعة خافي سوى نفسهم ما يدرون بعضهم بعضهم لان بعضهم سوى نفسه ما يدريش موقع يوم 26.08.2021 اللي في ضوءها السيد مقتد الصدر قرر العودة للمشاركة بالاتخابات هاي هي الوثيقة الوطنية اللي بيها اعتعديل الدستور بيها استكمال الانسحاب الامريكي من العراق بيها انه الحكومة يصير لجنة عليا ذا صلاحات موسعة مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد هاي نعم شو تكون نقاط لازم تفهمون لازم تفهمون هي شن المشكلة هم وقعوا بس عبالهم راح يقنعوا قلوا لك مقتد الصدر اليوم وقع باتر ينسى والله العظيم هالشكل اتعاملوا مع مقام السيد مقتد الصدر ومعكم يا شعب عراقي لان هذا هو اسلوبهم اسلوب البعض انه دمشيها يقلوا لأي وقع له ويقتنعوا العراقين ينسون هالشكل يتعاملوا البعض وياكم انه تنسون لا اللي بضمنها فتح ملفات الفساد من 2003 تقديم قانون مجلس العمار يا التربة ويا العامل ويا الفلاح ويا الموظف يا اي واحد اللي بيها فلوسك يا جندي اللي تدور نظام البديل ويا الشرطي هادنا هنه ذني اللي وقعوا عليها البعض وما التزم بيها حتى تنظيم دور العشائر ومنع المظاهر المسلحة مثل امتلاك السلاح غير المرخص يعني منع الميليشيات المسلحة وحتى دعم العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين يا فنان العراقين حتى سيد مقتد الصدر ما لساكم هالنقطة وتشجيعهم ودعم المؤسسات العلمية والثقافية ودعم المؤسسات الرياضية الرياضيين لما يستوعب طاقات الشباب ويحولها الى منجز يليق بهم من اللي وقع شوف راح الكلمة اللي الذكرة لكن احنا رح نقول لكم منه الوقع ومن التزم ومن ما التزم التوقيع كان يوم 25 و 26 8 2021 عمار الحكيم وما التزم بتوقيعه هاد العامري وما التزم بتوقيعه حيدر العبادي وما التزم بتوقيعه اثنين فقط وقعوا اضافة لسباح السيد مقتد الصدر والتزموا بتوقيعهم هم الرئيس مسعود بارزاني والرئيس محمد الحلبوسي اضافة الى توقيع سماحة السيد مقتد الصدر فالرئيس مسعود بارزاني التزم بتوقيعه والرئيس محمد الحلبوسي وثم صار تحالف سيادة بقيادة الشيخ خميس الخنجر التزموا بتوقيعهم مع سماحة السيد مقتد الصدر لكن الثلاثة اللي وقعهم هم حيدر العبادي ما التزم ترى يا ناس هذا توقيعه وعمار الحكيم وهذا العامري ترجمة نانسي قنقر